ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية عودنا إليكم بالحلقة رقم 22 من سلسلة القصة السلسلة اللي نتكلم فيها عن حياة قصص الممثلين والممثلات وأحيانا شخصيات خيالية من الأفلام وكذا ويمكن نقحم فيها المخرجين مستقبلا ونتكلم فيها عن الأفلام وعن عالم الأفلام بشكل عام ولكن نتكلم عن قصص الممثلين من يوم ولده إلى يعني يومنا الحالي أو إلى يوم وفاتهم إذا كانوا متوفين وبطلنا لهذا اليوم وبناء على تصويتكم في منتدى اليوتيوب رح يكون الممثل الكبير والنجم الصاطع جدا مرة صاطع لا نجم يعني الكل يعرف توم هانكس فعلى السريع عزيزي الوجيه إذا عجبك الفيديو لا تنسى تضغط لايك لأنه مرة مهم واشترك في القناة وما كنتم يشتركوا فعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول وتعال تابعني على سناب شات وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي كلها بنفس الاسم وجيه أوتو غير كذا أربط حزامك وخلينا نبدأ هل تريد أن تحصل على جائزة الأوسكار؟ اوه شكرا توماس جيفري هانكس ايش تقول؟ توم جيفري وشهو؟ يب اسمه توماس جيفري هانكس الممثل اللي اكتسح حقبة التسعينات بكل جدارة وتربع على العرش مع كبار الممثلين الممثل اللي قدر يحصل على جائزة الأوسكار مرتين في سنتين وراء بعض وترى ذي ما تحصل مرة الممثل اللي يعشق الآلة الكاتبة لدرجة عنده جدار كله آلات كاتبة لا ومسوي تطبيق على الجوال اسمه هانكس رايتر خوش تستخدم التطبيق كانه آلة كاتبة الجنان مرة يحب الآلة الكاتبة باش يسوي له الممثل الحاصل على وسام الحرية الرئاسي من البيت الأبيض الممثل اللي يقدر يتحكم في زيادة ونقصان وزنه حسب ما يتطلبه الفيلم أو المشهد اللي بيقدمه أو الدور اللي بيقدمه عفوا إلي نجاه السكر يالله يصلح ويني الممثل اللي ترك دراسته الجامعية لأجل السعي وراء حلمه وهو أن يصبح ممثل خلاص يا وجيه عرفنا أنه يعني إنسان مرة عظيم طبلت الولين قلت أمين خلاص وش في الموضوع توم هانكس أو مثل ما قلنا توماس جيفري هانكس وهو ممثل ومنتج ومخرج وكاتب وصانع أفلام أو مغرم بصناعة الأفلام بشكل عام من مواليد سنة 1956 بمعنى أن عمره إلى هذا الفيديو 64 سنة توم هانكس جماعة واحد من أكثر ممثلين شعبية وعنده قاعدة جماهيرية عالية وبالذات فترة التسعينات فل فيها فل في فترة التسعينات كده تفلت تفلت وذيك تقريبا واحدة من أفضل السنوات اللي مرت على تاريخ السينما فترة التسعينات والولد أجرم أجرم فيها إجرام مو طبيع أفلام واللي في التسعينات كل أفلام قوية وما نجح بس في مجال التمثيل بل إنه أبدع في صناعة الأفلام بشكل عام مثل في أكثر من ثلاثة وتسعين عمل وكتب وأخرج حوالي سبعة أعمال وأنتج أكثر من تسعة وخمسين عمل وما زال عنده الكثير ليقدموا في هذه المجالات الواضح كذا إنه الرجال شغال يا عمي في اللحظة هذه اللي أنا جالس أسوي لك الفيديو ذا اللي جالس أكتب الفيديو ذا وقاعد يسولف عن توم هانكس الرجال جالس يجهز أربعة أعمال في مجال التمثيل وأربعة أعمال ثانية قاعد يشارك في إنتاجها يب الرجل دال اللي عمره 64 سنة قاعد يسوي ذا كله وأنا وأنت شنسوي نشرب شاي توم هانكس ولد في أمريكا من أم من أصول برتغالية وأب أمريكي من أصول إنجليزية أمه جانيت مارلين كانت تشتغل كموظفة في أحد المستشفيات وأبوه إيموس هانكس كان يشتغل كشف أو كطبخ عالمي ولتوم هانكس ثلاثة أخوان أخوها الكبير لاري هانكس وهو أستاذ جامعي وعالم حشرات وأخته ساندرا هانكس راح أمدري ويش تشتغل وأخوها الثالث جيم هانكس واللي هو برضو ممثل ولكنه يعني إيش على قد حاله يعني ما هو مرة ممثل عظيم ولكن إيش أموره كويسة بل إنه الأخ الثالث هذا يعني اللي تشوفوا صورته اللي مرة يشبه توم هانكس كان يساعد توم هانكس في تصوير المشاهد يعني لما يحتاجه ممثل بديل يروح يجيب أخوه وكمان كانوا بينادوا أحيانا في تصوير أو في تسجيل بعض المقاطع الصوتية الشخصية تودي في سلسلة توي ستوري لأنه صوته برضو يشبه صوت أخوه توم طيب لحظة لحظة يا وجيه لحظة انت ناوي تقفل موضوع الأخوان كده بسهولة انت ناوي تتجاوز موضوع التشابه المرعب اللي بينه بين أخوان وهذا إيش هذا شايفين التشابه يا جماعة تشابه مو طبيعي المهم يا جماعة الخير وبطبيعة الحال ومثل ما تعودنا في سلسلة القصة الأم والأب منفصلين من يوم كان توم هانكس عمره ثلاث سنوات مدري أربع سنوات انفصلوا وأخذ الثلاثة العيال معاه والأم أخذت توم وربته وحي ووصف طفولة توم هانكس بأنها طفولة جدا قاسية وصعبة وغير مستقرة ووحيدة أو مليانة بالوحدة بل إنه من يوم كان عمره سنة واحدة إلى أنصار عمره عشر سنوات اضطر إنه ينتقل من بيت إلى بيت عشر مرات ترى النقل شي مؤذي للطفل بالذات إذا كان عنده أصدقاء في الحي يقعد ينقول كل يخي ولكن يا جماعة هذه الطفولة الصعبة والمليانة هم وشقة ومشاكل عائلية كان لها دور كبير في تكوين شخصية توم هانكس وتعلم فيها كيف يعتمد على نفسه وكيف يواجه تحديات الحياة وحيدا بدون إخوة وبدون أب عادي اللي ما تعرفونه عن توم هانكس والمعلومة اللي صدمت عيشة أهلي يوم كنت أبحث عن معلومات عن توم هانكس اكتشفت يا جماعة أنه توم هانكس يصير حفيد إبراهام لينكون بطريقة ما في شجرة العائلة في إبراهام لينكون وفي أم إبراهام لينكون اللي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادس مرة قديمة وفي له أفلام لو تحبوا تشوفوها واحد منها أو من أهمها واحد لدانيال داي لويس أنا من معلم هذا الكلام إبراهام لينكون يصير جد توم هانكس في شجرة العائلة بس جد يا جماعة والله المعلومة هذه موجودة وصرح فيها شخصيا توم هانكس المهم عزيز الوجيه توم هانكس كبر وترعرع في جي الباب أمه درس وتعلم ودخل الجامعة وتركها قبل ما يتخرج من الجامعة يعني هو حرفيا ما هو طالب جامعي هو ثانوي درس الثانوية ودخل الجامعة وجلس كم سنة وفقع ووصف في أحد اللقاءات إنه كان إنسان مرة غريبة طوار يقول أنا أيام المدرسة والجامعة كنت إنسان مرة غريبة طوار ولا عندي أصدقاء كثير بس في نفس الوقت أمه قالت إنه كان إنسان مرة مسؤول ويحترم الكبير ويقدر الصغير ولا يؤذي أحد ودائما ما كان يتجنب المشاكل عالتعرفون لما تروحون السينما غالبا كده في معظم الأفلام اللي نروحها في السينما تسمع واحد كده في السينما يرمي هروج كده يصي يجي مشهد يضحك يقوم يقول ويقعد كده يرمي تعليقات في وسط الفيلم يزعجك ويزعج لجنبه عارفين ذا النوع من الناس هيا توم هانكس اعترف وقال إنه كان من هذه الفئة من الناس كان يرمي يروح الفيلم يقعد يرمي تعليقات كده ويستضرف يقول الحمد لله ما تصفقت ولا يوم ولكن ربي هداني وبطلت هذه العادة وإنت كمان عزيز الوجيه إذا كنت من الناس اللي تقعد تسوله في وسط الفيلم ترى جوه كبير ترى مرة موفلة يا أخوي أسكت خال نهري خال نتابع الفيلم وأسكت قبل يشوق توم هانكس طريقه إلى عالم صناعة الأفلام وبعد ما ترك الجامعة يشتغل في عدة وظائف ويمكن أهمها كانت وظيفة حامل أمتع في أحد الفنادق ولما كان يشتغل هناك قابل كثير من المشاهير من الممثلين ومغنين وسياسيين واحتك فيهم بسبب إنه يشيل لهم شنطهم ومش بس كده يشتغل برضو كبائع فشار في أحد ملاعب البيس بو توم هانكس كان يقعد يشيل سلة ويروح يبيع فشار وإنت عيش سويت قل لي إنت عيش سويت لا تتوقع إنه توم هانكس بسبب إنه نزل من شجرة عائلة إبراهام لينكون ولا إنه صار غني على طول ترى تبهذل أكل والدقدق على وجهه إلين قال أمين فدقدق على وجهك إنت لا تنتظر على الحياة ترميلك فلوس إنت أوصل للفلوس المهم يا جماعة الخير توم هانكس كان مره مره يعشق المسرح لدرجة جنونية وكان يحلم إنه يكون جزء من أي مسرحية وبأي شكل من الأشكال يقول أبغى أدخل المسرح أبغى أشتغل في المسرح مو شرط أمثل أو كي أنا أبغى أمثل في المسرح بس أبغى أشتغل في المسرح أبغى أكون جزء من المسرحية إما إخراج إما كتابة إما إضاءة إما حتى لو أحرك ستاير أبغى أدخل المسرح بل إنه ترك الجامعة مثل ما قلت لكم قبل ما يتخرج لأجل يبدأ يبحث عن فرص في عالم المسرح والتمثيل بشكل عام وقرار ترك الجامعة يا جماعة ترى قرار ماهو سهل أوكي هو قرار متهور بس برضو جريء ماهو سهل مش أي واحد يقدر يترك الجامعة ولكن توم هانكس كان مؤمن بنفسه وعارف إنه قدها وقدول وبرضو لا تتوقعون إنه على طول راحل المسرح قال يلا بمثل يلا بسم الله توكل مبروك لا تسوي تجارب أداء كثيرة وترفض كثير وشاتو كثير وفي نهاية المطاف قدر أخيرا إنه يحصل على أول دور مسرحي له في مدينة كليفلاند في أمريكا وبطبيعة الحال الواحد إذا هو ممثل ويعرف يقنع الجمهور توم هانكس مباشرة انفجر نجمه بعد هذا الدور وبدأت تجيه أدوار بسيطة بشكل تدريجي إلى العام 1984 وهي السنة اللي قدر يحصل فيها على أول دور من بطولته في فيلم الكوميديا والرومانسية سبلاش زي ما أقلت لكم قبل هذا الفيلم شارك في ستة أعمال تقريبا يعني كلها دور بسيطة وأفلام صراحة هشك بشك أي كلام ولكن زي ما أقلت لكم هذه كانت أولى خطواته في عالم السينما المهم يا حبيبي وبعد فيلم سبلاش وزي ما أقلت لكم لأنه توم هانكس ممثل كبير ويعرف كده يقنع الجمهور والكتاب والمخرجين والناس كلهم بدأت تنهال علي العروض بشكل مرة مجنون حرفيا يا جماعة ما عاد وقفت تجيه عروض بعد فيلم سبلاش فيلم ورا فيلم فيلمين فيلم ما أفلام ما وقفت المخرجين والكتاب والمنتجين صاروا تعال يا الله يخليك تعال نبغى نشتغل معاك يا إيش هذا إيش الولد الجديد هذا المجرم يا عمي شركة ديزني شركة ديزني ديك الأيام جلسوا يلاحقوا مؤدي صوت تعال نبغىك في ديزني خليك قريب معاك شوية منك أعطينا شوية منك مش كله بعلنا يا جماعة يعني توم هانكس أول ما بدأ ترى مرة حظي بقاعدة جماهيرية وشعبية مرة عالية في أمريكا وفي أوروبا وفي يعني عالم السينما والتمثيل بشكل عام ومن يومه وإلى يومنا هذا توم هانكس ما وقف تمثيل فيلم ورا فيلم عمل ورا عمل لو كمان دخل مجال الكتابة ودخل مجال الإنتاج والإخراج وطبخ فيهم وقدم فيهم شوية شغل حرفيا ما وقف زي ما قلت لكم ما وقف ما وقف إلا سنة 1997 وقف كده فترة مدري ليش وقف الضير إنه كان تعبان ولا مسكت معه إجازة أو مدري إش كان عنده ورجع يشتغل من ذيك الأيام إلى يومنا هذا إلى اليوم اللي قعد أكلمك فيه ترى ما وقف شغل تعرف نتكلم عن كم سنة كثير كثير اللي حاول أوصل لك إنه توم هانكس مرة يحب السينما مرة يحب عالم السينما والمسرح والتمثيل بشكل عام يعني مرة من المرات ستيفن سبلبرغ كان عنده مهمة يسموها في عالم السينما لوكيشن سكاوتينج أو البحث عن مواقع تصوير توم هانكس سمع إنه ستيفن سبلبرغ يدور عن مواقع تصوير قالوا تكفى أخذني معاك أشتغل يا بوي أنت ممثل كبير أخذني معاك تكفى المصيبة مش هنا المصيبة أنه لما كانوا يبحثوا عن مواقع تصوير هو وستيفن سبلبرغ وقفوا في ألمانيا وراحوا كده عند مبنى متهالكة أو مباني قديمة وبدأوا يستكشفوا الموقع وتوم هانكس طاع هناك وانخلع كتفه نخلع كتفه كده يعني يده صارت كده في الأرض فعلا نخلع كتفه ومن يومها توم هانكس قال أنا أكتفي بالتمثيل والإخراج والكتاب والإنتاج ما لي صراعة في الشغلات اللي الله يهديه متحمس مرة يحب أي شيء له علاقة في الأفلام أو المسلسة العاد أو المسرح أو التمثيل أو الفن السابع بشكل عام توم هانكس جماعة لما كان صغير كان يحلم أنه يصير رائد فضاء ومش مجرد حلم عابر يعني ولا يا ماما أبغى أصير رائد فضاء وبكرة يغير كلامه ويصير مهندس لا أبغى أصير رائد فضاء وإجتهد في الموضوع كده بعدين حس أنه لا والله ما 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 أقدر صراحة بس حلم يعني من أحلامه رائد فضاء في مجال الأفلام وشارك في أكثر من فيلم تدور أحداثها في الفضاء ويمكن أولهم وأهمهم فيلم أبولو 13 اللي صدر سنة 1995 واللي كان يحكي قصة الرحلة الشهيرة أبولو 13 إلى القمر والتحديات الصعبة اللي واجه الطاقم الرحلة في سنة 1992 يا جماعة طر توم هانكس أنه يزيد وزنه حوالي 13 كيلو علشان دوره في فيلم ليك أوف دير اون 13 كيلو يا جماعة ترى ما هي سهلة أنا جلست سبعة شهور علشان يزيد عشر كيلو وبغيت أموت بغيت أبكي المهم لما سألوه يا توم أنت كيف زيت وزنك زادوا بسرعة كده فاجأهم سألهم سبرايز غاب فترة ورجع ها خلاص كده أنا جاهز قلوله إيو بس أنت كيف زيت وزنك والله جنب بيتنا في محل اسكريمات في محل آيس كريم كنت كل يوم أنزل عندما أخذ الاسكريمين اثنين ثلاثة بلق 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 وأنتو عارفين اسكريمات مليانة سعرات حرارية وسكريات وتنفخك على طول بس لا تسوي كده ترى غلط أوكي وبتعرف ليش غلط بعد شوي فالرجال كان مقضيها آيس كريمات وزاد وزنه علشان يقدم هذا الدور في هذا الفيلم على أكمل وجه ومش بس كده وبعدها مباشرة وفي سنة 1992 بالتحديد مثل بجوار الممثل العملاق دينزل واشنطن في فيلم اسمه فيلاديلفيا وقدم توم هانكس فيه دور محامي مثلي ومصاب بالأيد واضطر توم هانكس شايفين الثلاثة عشر كيلو اللي زادها في الفيلم اللي قبل اضطر الحين انه ينقص اتعشر كيلو من وزنه علشان يبدو بملامح يعني كده مريضة وتعبانة وضعيفة تتماشى مع دور الشخصية اللي قاعد يقدمها ومش بس كده وكمان اخذ الاوسكار عن هذا الدور برضو يقلع ام القوة يا توم ايش هذا تحسبنا خلصنا لا اه تعالى بعدها بكم سنة وبالتحديد سنة الفين اضطر انه يزيد وزنه حوالي ثلاثة وعشرين كيلو علشان يقدم دوره الشهير في فيلم كاست اوي كلنا نعرف فيلم كاست اوي ما يحتاج اقول لكم عنه الفيلم الرجال اللي ضاعف الجزيرة وتبهذل ونحف وضعف ومتن يقلع ام تلعب الوزن اللي سوى توم هانكس في هذاك الفيلم صور مشاهد بداية الفيلم ونهايتها كده بوزن يعني شوية مختلف ولما بدأ يصور مشاهد الجزيرة وقفوا التصوير قالوا له بس ايش في يا جماعة هيروح الان يا توم هانكس تكيلك كده كم شهر في البيت نقص من وزنك ثلاثين كيلو ثلاثين كيلو ثلاثين كيلو ثلاثة عشر كيلو ستتعشر كيلو معقولة بس ثلاثين كيلو يب تنقص من وزنك ثلاثين كيلو تفهموا ولا لا توم هانكس طبعا يعني رجل يحب التحديات قال لهم عندي هنا نقص لكم ثلاثين كيلو واجيكم قالوا تعال تعال قبل ما تروح شعرك ولحيتك لا تلمسهم ابدا حتى اي شيء اي شعر في وجهك لا تقرب له سيبوا في حاله قال لهم اوكي اوكي سمعنو طاع ثلاثين كيلو ما قص شعري ولا قص لحيتي اوكي وبالفعل ظبط المظبيط ونجح في زيادة وزنه وانقاص وزنه وتربية لحيته وشعره كل شيء كان حقيقي ما في اي شيء مزيئ طبعا يا جماعة زيادة الوزن ونقصان الوزن هذا كان لابد انه ما يتم دفع ثمنها لانه توم هانكس للأسف كان يزيد وزنه وينقصه بطريقة جدا غير صحية يعني لما يجي يزيد وزنه ما يروح مثلا يمشي على حمية معينة ويتدرب ومن يعرفيش لا يروح يأكل سكريات دهون يأكل أكل 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 كده بطريقة عشوائية اه مش انت يلا بسم الله روح مثل منقص وزنك اوكي يبطل أكل يبطل أكل ترى حرفين يبطل أكل هو كده قال قاله كيف تنحف قال أبطل أكل أكل لتفاحة واحدة في اليوم علبة تونة تقل الله يا شيء طبعا الدكتور حذر وقال له يا بوي الأسلوب هذا اللي انت ماشي عليه ترى مرة غلط ترى بترجع تمرض وبتجيك أمراض كثيرة ممكن تصاب بالسكري ممكن تموت توم هانكس يقول والله أنا فعلا خفت من كلام الدكتور بس إيش أهمل أكل ما أكل جلس تلعب يعني حرفيا يقول أهملت الموضوع إلين جاء داء السكري وما زال إلى الآن توم هانكس مصاب بداء السكري في أحد اللقاءات قال لي يا جماعة أكثر شي ندمت عليه أني ما انتبهت لصحتي مرض السكر هذا متعب ومشغلوا في عياته ولكن خلص أتعايش معه علشان كده قلت لك لا تاكل اسكريم إذا تبغى وزنك يزيد لا تتحمس توم هانكس يا جماعة قدر يحصل على جائزة الأوسكار مرتين وربعض خلال سنتين وهذا الشي ترى مرة 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 نادر في سنة 1992 أخذ الأوسكار عن دوره في فيلم فيلاديلفيا واللي قدم فيه دور محامي مثلي الجنس ومصاب بالإيدز وبعدها في سنة 1993 أخذ الأوسكار برضو عن دوره الأشهر على الإطلاق في فيلم فوريست جامب وزي ما قلت لكم يا جماعة رأي حكاية أنك تجيب الأوسكار مرتين وربعض ما هي سهلة ممكن أنك تترشح مرتين ثلاث مرات وربعض بس تجيب الأوسكار مرتين وربعض ما تحصل أبدا في سنة 1978 تزوج توم هانكس من الممثلة المسرحية سمانثا لويس وخلف منها اثنين الابن إليزابيث والابن كولين واللي هو حاليا ممثل ويمكن بعضكم بيعرفوا لو شاف صورته ياب هذا ابن توم هانكس ولكن وللأسف بعد عشر سنوات زواج انفصل توم هانكس عن الممثلة المسرحية سمانثا لويس وبعدها بكم سنة وبالتحجيد سنة 1988 تزوج توم هانكس للمرة الثانية من الممثلة والمغنية ريتا ويلسون ووقعوا في حبي بعضهم والبعض بشكل مرة مجنون وخلف منها برضو اثنين ابناء تشيت وترومان ومثل ما قلت لكم توم هانكس مصاب بداية السكري المزمن وزوجته الحالية ريتا ويلسون اتعافت من مرض السرطان قبل فترة ويمكن بعضكم فاكرين من بداية فترة كورونا توم هانكس وزوجته وصيبوا برضو بفيروس كورونا وتعالجوا منه هذه تقريبا كانت اهم المعلومات اللي نحتاج نعرفها عن حياة توم هانكس والان خلوني اشاركم معكم افضل خمسة افلام لتوم هانكس من وجهة نظرية انا والله يا اخي افلام كثيرة مشكلة افلام اللي احبها مرة كثيرة ولكن خلوني نختار ايش الخمسة القريبة الى قلبي والباقية يعني نخليها عليكم انتم تشاركوها مع بعض في التعليقات اول فيلم فورست غامبو اللي صدر سنة 1994 ما يحتاج اوصف لكم قد ايش فيلم ما يحتاج وصف زبدة فيلم ما يحتاج وصف رحلة كده تبدأ الفيلم وانت بشكل وينتهي الفيلم وانت بشكل اخر يا الله ما احلى هذا الفيلم ثاني فيلم سيفينغ برايفيت رايان اللي صدر سنة 1998 مرضو ما بقعد اقول كل شوية ما يحتاج بس فعلا الفيلم هذا كتابة وقصة واخراج واداء ومؤثرات فيلم متكامل يخرب بيت ام القوة ومؤثر مرة مؤثر وثالث فيلم The Green Mile واللي صدر سنة 1999 آه 1999 السنة ذي كانت فيها افلام مجرمة وهذا واحد من الافلام المجرمة فيلم شهادة فيه مجروح يا جماعة وراح يخليك تؤمن بالحياة من جديد بالرغم من بشاعته وسوداويته ورابع فيلم Cast Away واللي صدر سنة 2000 ها يحتاج اكيد انكم شفتوا هذا الفيلم سواء بالقصد او بغير قصد خامسا وهو فيلمي المفضل والقريب الى قلبي وكلهم مفضلة صراحة بس هذا الفيلم لهم عزة خاصة وهو فيلم Catch Me If You Can واللي صدر عام 2002 واللي شارك معاه في بطولة هذا الفيلم كان الممثل الكبير ليوناردو ديكابريو عفية قوة هذا الفيلم شوف انا ما ادل اذا انت تابعت الافلام الخمسة هذي اللي قلتها ولا لا او ممكن تابعت بعضها وجزء منها ولكن في حال لا سمح الله في حال انه في فيلم ما تابعتهم منهم ارجوك تابعه على مسؤولية على مسؤولية على مسؤولية اي فيلم من الخمسة الافلام اللي قلت هذه ما تابعته الان تروح تاخذ اسمه من الوصف وتروح تتابعه صدقني لن تندم وخذ كلام وقل الوجيه ما قال افلام افلام حاجة فاخرة حاجة نظيفة حاجة مرتبة من الاخر وبرضه يا جماعة انا ترى يهمني جدا انكم ترى انا مش كمبيوتر انا مش هاردسك ترى ما اقدر اشوف كل الافلام فاي فيلم تشوفون انه فيلم مرة رهيب لتوم هانكس وانا ما ذكرته او يمكن تتوقع اني ما قد شفته شاركونا في التعليقات ترى اقرأ التعليقات واشوف اذا في توصيات اقراها وترى اروح اتابعها مرة عادي شاركونا اوكي واذا عندك وقت كذا اكتب وصف بسيط لقصة الفيلم علشان الواحد يعني ايش تختصر عليه وقت تتحمسه طيب اخيرا وليس اخرا توم هانكس والبيديو فيليا شوفوا يا جماعة حقيقة وامانة ما في شي رسمي صدر لا من محكمة ولا من مركز شرطة ولا من اي جهة رسمية بخصوص هذا الشيء ولكن في كلام كثير على توم هانكس ومجموعة من المشاهير السياسين والممثلين والمغنين عن تورطهم في البيديو فيليا وفي حال انك ما تعرف وش هي البيديو فيليا هي التحرش او الاغتصاب او المتاجرة بالاطفال الصغار والعياذ بالله ولما اقول لك اطفال صغار ترى احنا نتكلم عن اطفال في اللفة اطفال رضع الى يعني اللي اعمارهم اقل من 18 سنة حاجة مقرف حاجة مثيرة حاجة تقهر حاجة تحرق القلب حلشان كده لما نتفليكس لا اخ نزلوا الفيلم الخايس ذاك انا انقهرت لانه هذا الشي مفروض ما نشوفه غلط لا 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 روج لأي شي بتز فيك في حريقة الله يحرق بس لا تروج للبيديو فيليا يا مريض شوف ممكن بعضكم يقول والله يا وجيه بديو فيليا معقولة في ناس ايه وفي ناس كده في ناس مرضى ومختلين وموجودين بيننا امانغس في ناس موجودين بيننا مرضى متخلفين مختلين عندهم اشياء غريبة ولكن شكرا للانظمة والقوانين اللي لو لا هل شفنا الحيوانات البشرية تركض وتهيم في كل مكان بدون رادع على كل حال عزيز الوجيه في مجموعة من المغردين والمدونين طلعوا كده قبل فترة طويلة وتكلموا عن هذا الموضوع وذكروا اسماء كثيرة من ضمنهم توم هانكس انه متورط في علاقات يعني جنسية غير قانونية مع اطفال صغار ومع قاصرين ومن يعارف ايش كلام كثير وانه متحرش ومؤتصب ويتاجر بالاطفال وفي طفلة طلعت يعني بنت كبيرة انها بل قدها كبيرة الحين طلعت في تويتر وغردت وقالت توم هانكس انا اتحداك تقابلني في المحكمة لو قابلتني انت عارف انك راح تخسر يا ولد كلام كثير بس شي رسمي ما فيه مجرد كلام متغريدات فهذا اللي مخلي الموضوع شوية مطفي منت قادر تصدقه ولا قادر ايش ترفض اركزوا جماعة ترى انا من يجالس اقول لكم انه توم هانكس بدوفيلي انا جالس اقول لكم انه اسمه تكرر في هذه القضية في ناس كثير اتكلموا عنه وفي بنات وفي حسابات في تويتر ما ادري اذا هي حسابات حقيقية ولهمية ولكن فعلا اسمه تكرر كثير مع مشاهير ومع سياسين ومغنين وممثلين كثير ولكن هل هذا الكلام صح ولا خطأ الله واعلم ختم انه جماعة ثروة توم هانكس تقدر بحوالي 350 مليون دولار والارادات اللي حققها لشركات الانتاج بواسطة افلامه تجاوزت الثمانية مليار دولار لا تنسى تضغط لايك وحش وتعال تابعني على سناب شات كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم